عن طريق اللاجئين وكل لاجئ طبعا في ذلك الوقت كانت الأمم المتحدة أنا أذكر في ذلك الوقت حين كانت الحرب على العراق كانت الأمم المتحدة تهتم بالفرد العراقي اهتماما بالغا وكان مع اللاجئين العراقين هناك الكثير من اللاجئين من الصومال ومن أفغانستان لكن لماذا يعني يركزون على العراقين نحن عرفناها بعد ذلك ما هو السبب السبب في ذلك لأن الأمم المتحدة حين تهتم باللاجئ العراقي فهي تفرض هناك مبالغ أضعافا مضاعفة وتأخذ هذه المبالغ من النفط العراقي يعني على سبيل المثال إن صرفت على اللاجئ العراقي عشر دولار هي تضع مثلا خمسة آلاف دولار على هذا الموضوع بنت السجون وهذه السجون كانت موجودة لشركات أيضا لمتنفذين في الحكومة مثل ديكتشيني في ذلك الوقت هو كان مسؤول على بعض هذه السجون وكان يأتي بأهل السنة ويدخلهم كلها تبين أنها قضايا أيضا هي مساء الاقتصادية يعني حذركتك تشكك في مصدقية الأمم المتحدة وما تقوم به تجاه اللاجئين أنا في رأيي أتكلم عن الأمم المتحدة ما هي إلا منظمة قد أنشأتها أمريكا لكي يعني تتغذى من خلال الأمم المتحدة على الشعوب الأمم المتحدة من الذي يوجهها؟ من الذي يعني يحركها؟ من الذي ينصب أشخاصها؟ الأمم المتحدة حين تأتي مثلا أفغانستان على سبيل المثال حين تكلمت على أفغانستان أفغانستان ماذا قال جون بايدن؟ هو قال بأنه هناك مبالغ هذه المبالغ نحن سنصرف قسما منها إلى على سبيل المثال صلح ضحايا عائلات 11 من سبتمبر هذا واحد والجزء الآخر أين سيذهب؟ على المتضررين أيضا من شعب أفغانستان طيب كيف ستصرفها أنت؟ هو سيأطيها إلى الأمم المتحدة وسيجبر الأمم المتحدة بأن تشتري هذه المواد من أمريكا هذه هي المعادلة الأمم المتحدة في كل وقت هي تشتري الجزء الأكبر من المساعدات والإغاثات كلها من الأمم من أمريكا على سبيل المثال ترجمة نانسي قنقر